اشتركوا في القناة ولا الحياة البرزخية دي مجرد وهم وخرافة في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سأجيب عن هذا السؤال هل فعلا الحياة البرزخية وهم وخرافة أم هي حقيقة وبيان في البداية كرام أبل من اتكلم في الموضوع ونسرد الأدلة الشرعية في إثباته أو نفيه لازم يكون في دماغنا قعدة لا تفارقه أبدا هذه القعدة وهي ان ما ينفعش يتكلم في الغيب إلا من اطلع على الغيب أقولها تاني الغيب لا يصح أن يتكلم فيه أي أحد ما ينفعش يتكلم في الأمور الغيبية إلا من يعلم الغيب جميل هل البرزخ غيب أم شهادة الحياة البرزخية القبر غيب أم شهادة حياة البرزخية غيب طيب مين اللي ينفع يتكلم في طبيعة الحياة البرزخية يقول ان فيها نعيم أو عذاب أو ما فيش فيها اللي يعلمه الغيب جميل اللي الآن بيقولوا أنه ما فيش حياة برزخية وما فيش حاجة اسمها نعيم القبر أو عذاب القبر وأن كل ده مجرد خرافة ووهم هل يعرفون الغيب لا يعرفون الغيب إنما اجتهدوا يمكن خانهم الاجتهاد يمكن لم يصيبوا إنما حاولوا يفكروا لكن مين اللي ينفع أن يقول أن القبر فيه حياة أو لا من اللي ينفع يقول أن القبر فيه جنة أو لا من اللي ينفع يقول أن القبر فيه نار أو لا هم الذين يعلمون الغيب طب من الذين يعلمون الغيب رسل الله رسل الله يعلمون الغيب إذا أراد الله لهم أن يعلموا الغيب قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد لا يخبر أحد أو لا يطلع على الغيب أحد ثم استثنى رب العزة فقال إلا من ارتضى من رسول فدلت الآية أن بعض الرسل يعلمون بعض الغيب إذا أطلعهم الله عز وجل على هذا الغيب جميل إذا نرجعتني للقعدة إن الغيب ما ينفعش يتكلم فيه إلا ليعرفوا الغيب وقلنا إن ما فيش حد بيعرف الغيب إلا الرسل والأنبياء لأن الله عز وجل هو الذي يخبرهم بهذا بنص الآية حلو مين بأي كرام الذي أخبرنا عن طبيعة الحياة البرزخية الله عز وجل في كتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الله الذي يعلم الغيب هو الذي أخبر بإن القبر فيه حياة وإن الأموات ليس نيام بل الأموات إما أن يكونوا في حاء إما أن يكونوا في روضة من رياض الجنة أو أن يكونوا في حفرة من حفر النار ورسوله محمد الذي يعلم الغيب بما أخبره الله به هو الذي أخبرنا بطبيعة الحياة البرزخية وتفاصيل الحياة البرزخية يبقى بعد كلام ربنا وبعد كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا كلام لأحد أيا كان الشخص مفكر عالم جليل كبير لا يشق له غبار ما فيش منه اثنين ليس لكلامه قيمة إذا كان كلامه أمام كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لكلام أي حد في الدنيا مهما كان علمه ومهما كانت مكانته قيمة أمام كلام رب العالمين في قرآنه في كتابه الكريم جميل هتسألني وتقول لي طب أينما يثبت طبيعة الحياة البرزخية في القرآن وعلى لسان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذكر لنا قصة فرعون وموسى وكيف أن الله عز وجل أهلك فرعون وقتله غرقا الله عز وجل بعدما أغرق فرعون قال آية كثير من الناس لم ينتبه لها قال الله عز وجل عن فرعون وعن جنده وعن آله قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ركز معايا في الآية النار يعرضون عليها يعني آل فرعون هيعرضوا على النار غدوا يعني صباحا وعشيا يعني مساء وكمان ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى يوم تقوم الساعة هيدخلوا أشد العذاب طب أين يعرضون على النار غدوا وعشيا يعرضون على النار غدوا وعشيا في قبورهم لأنه هو دا الوقت الوحيد إلا هيعرضوا فيه على النار لأن إذا قامت القيامة وجاءت الساعة هيدخل آل فرعون أشد العذاب يبقى متى يعرضون على النار غدوا وعشيا في الدنيا طب هم فين دلوقتي في الدنيا في قبورهم إذن بنص هذه الآية علمنا أن فرعون وقومه وآله وجنده يعرضون على النار غدوا صباحا وعشيا في قبورهم نص ما فيش أوضح من كده عايز حضرتك نص كمان من القرآن الله عز وجل لما أهلك قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا خلاص احنا عرفنا أن قوم نوح ماتوا في الطفان غرقا ماتوا جميعا غرقا خلي بالك من الآية خلي بالك من الآية ولفظها قال الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا الفاء هنا عند أهل اللغة والصنعة يقولون هي للترتيب والتعقيب السريع أغرقوا مباشرة أدخلوا طب أدخلوا نارا فين وإحنا لسه في الدنيا وقوم نوح يمكن أغرقوا من خمس ستة لاف سنة مثلا يعني أنا مش عالم جيولوجيا مثلا ولا تاريخ قديم علشان أقدر أحدد لك الزمان بس أقل شيء خمس ستة لاف سنة خمس ستة لاف سنة وربنا عز وجل يقول عن قوم نوح أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا فا على طول أدخلوا نارا إزاي أدخلوا نارا وإحنا ما زلنا في الدنيا ولا يوجد نار الآن إذن فهمنا من نفس هذه الآية أن النار المقصودة هي عذاب القبر أنهم يعذبون في قبورهم أدخلوا نارا في قبورهم لما أغرقوا أدخلوا نارا في قبورهم هذا بالنسبة للقرآن الكريم فهل بعد كلام الله كلام هل بعد كلام ربنا عز وجل كلام يا كرام لا كلام أما لو ذهبنا إلى سنة النبي محمد إحنا بنذهب إليها رغم أنوفنا احتراما وتوقيرا لأن إحنا مأمورين بأن نتبع السنة وأن نقول بها وأن نأخذ بها لأن الذي أنزل على نبيه القرآن الكريم رب العالمين هو الذي أوصانا في القرآن باتباع سنة النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله ورسوله والآيات في هذا كثيرا إذن ما ينفعش تقول إحنا نخذ بالقرآن بس لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أمرنا أن نتبع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الحياة البرزخية النبي الذي يوحى إليه من الله إذن هو يعلم الغيب من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي بلما يتكلم بيتكلم بواحي النبي ماذا قال النبي قال عن القبر روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقبر فقال إنهم يعذبون ور على قبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فالنبي شاف ناس بتعذب في قبره كيف عرف هذا لأن نبي رسول من عند الله يعلم الغيب إذا أراد الله له أن يعلم الغيب علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عندنا حديث الملكين إن الإنسان في قبرها يسأل من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم فإن قال ربي الله ديني الإسلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتح له باب إلى الجنة ده كلام النبي محمد فيأتيه من روحها وريحانها وإن لم يجب وإذا معرفش يجاوب صح إذا قال ها ها لا أدري يفتح له باب إلى النار ده كلام النبي محمد برضو إذن يا كرام الحياة البرزخية وطبيعتها ما ينفعش أي حد يتكلم فيها لأنها غيبية ولا يصح الكلام في الغيب إلا لمن يعرف الغيب والله عز وجل عنده الغيب فلما يخبر رب العالمين إن القبر فيه حياة إما عذاب على المعذبين أو نعيم يبقى ربنا أعلم لأنه يعلم الغيب ولما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بطبيعة الحياة البرزخية يبقى سيدنا النبي محمد أعلم لأنه يعلم الغيب من الله ولا ينطق إلا بوحي من الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته